تحية البطن كل الطاقة القديمة مش موجودة هي بتشتغل فقط بالطاقة الشمسية الجناحين عليها خلايا طاقة شمسية تاخد الشمس تحولها إلى طاقة 17 ألف خلية للطاقة الشمسية موجودة على جناحين هذه الطائرة دلوقتي الطيارة دي تطلع من مكان تروح مكان هي موضع اهتمام الإعلام في العالم إنها أول طيارة تطير بالطاقة الشمسية الجديد في الأمر مدهش للغاية إن الطيارة دي تقرر الطيار اللي فيها اللي هو طيار سويسري إنه يطير بالطيارة لأطول مسافة على الإطلاق إنه هيمشي بالطيارة دي تخمس أيام متصلة مش هينزل مكان خمس أيام متواصلة هيقطع في هذه الرحلة اللي هي 120 ساعة 8000 كيلو من مكان في الصين إلى هواي في أمريكا طبعا شيء مدهش إن في طيارة تمشي 120 ساعة متواصلة إنها تمشي خمس أيام وراء بعض طبعا ده غير بقى الزهق ده لو حضرتك راكب في هذه الطائرة هتزهق لأن الواحد لو الرحلة أربع خمس ساعات يبدأ الملل عشر ساعات ازهق كله اللي بتكلم بقى العشرين ساعة ده مستحيل لازم ينام كم مرة طيب إذا كانت الطيارة هتمشي خمس ساعات وتواصلة مثلا تخيل مثلا بعد ساعة أو اتنين بتقول فاضل كام يقولك فاضل 118 ساعة لأن هي 120 ساعة طبعا شيء محبط جدا إن حد يركب رحلة بهذا الطول تخيل بقى الطيار اللي هيقود الطيارة مش بقى راكب هيقعد بقى ينام ياكل يشرب يتمشي شوية ويرجع تاني ده الطيار فالطيار ده عنده 62 سنة هيقود الطائرة بمفرده خمس أيام متتالية المفروض ينام عشرين دقيقة كل فترة نوم متقطع مداش ينام نص ساعة متصلة أقصى حاجة عشرين دقيقة ولازم يصحى فالطيار ده قرر إنه هو والطيارة اللي بتعمل بالطاقة الشمسية يعمله هذه الرحلة الأسطورية اللي هي 120 ساعة 8000 كيلو متر من مكان في الصين إلى هواي في أمريكا ده معناه إن الطاقة الشمسية دلوقتي مش بس في طيارة بتعمل بيها إنما كمان بتاخد أرقام قياسية والأمر الثاني إنه دائما عندنا ناس خلاقين قادة ومبتكرين زي هذا الطيار اللي هو قرر إنه يمشي كل هذه المسافة في البداية منذ عباس بن فرناس لغاية هذا الطيار إحنا قطعنا مسافة طويلة جداً إنه باستمرار في ناس بيقودوا عمليات الابتكار والأفكار الجديدة والمغامرات الجديدة من أجل تقدم الإنسانية